السلام عليكم و اهلا و مرحبا بكم في فيديو جديد و وصفة جديدة على القناة سيدي اتمنى تكونوا بتمام الصحة و العافية اليوم ان شاء الله غنقدم لكم وصفة ديال السويس رول او الكيك رولي سهلة كتوجد ضغية مقاوة معي من تعرفوا على المقادير وطريقة تحدير اول حاجة غنحتاجوا البيض عندي هنا هي ثلاثة الحبة ديال البيض يكونوا متوسطين غنحتاجوا لتلاتة ملاعق كبار ديال زيت المائدة ثلاثة مالق كبار ديال سكر حبيبات او سانيدة غنحتاجوا لتلاتة مالق كبار ديال الماء ماء من الصنبور يعني ما يكونش ادافي ولا ولو وغنحتاج لتلاتة مالق كبار عامرين بزيان ديال الدقيق اه وغنحتاج كذلك شوية ديال الفاني باش نسمى لجنواز ديالي. سوف يعده هما المقادر اللي غادي نحتاج. بالنسبة لطريقة تحضير. غادي ناخد البيت. غادي نهرسو في الايناء. يعني هنا ما غاديش نفرق السفر على البيت. غادي ندر البيت كامل. غادي نزيد السكر سانيدة على البيت. وغادي نترب زيان الخاليط. غا نتربه تقريبا واحد خمسة دقائق حتي يتطاعف الحجم دياله. ويكون اللون دياله ابيض يكون خاتر يعني بحل خليط خليط تقيل. سوف نستمر ندرب الخاليط حتى نحصل كيف ما قلت لكم على القاوام اللي بغيت. كيف ما كتشوفوا القاوام كي يجعل هات الشكل هادا. خسيكون تقيل. ده بغادي نزيد الزيت. وما غاديش ندرب بزف بلا قياس باش ما ينزلش لي الخاليط حين تلا دربتم بزف غادي غادي ينزل غا يهبط. فاندربوغي شوية فقط حتى تنزلها جميلة الزيت والما مع مع البيض. وهذه نضيف دبا شوية ديال فانيليا. هي لك انتو غاديش تعملو السكر فانيليا. ديروه من الول مع مع سانيدة. سوف وغا نخلط خلطة خفيفة فقط. ده بغادي نزيد دقيق على جوش او تتجيل الدفوعات. وغا نحتاج كذلك شوية ديال خاميرات الحلويت واحد اربع مع القاة صغيرة. هنه ضروري نغرب لود خيق من طبيعة الحال مرة او جوج ديال مرة احسن. وسوف نضيف كده لك رشة ديال الملح. وغادي نبدأ نخلط غيب شوية كيف ما قد باش ما ينزلش لي الخالط ديال البدء. انا ما بغيتش لجينوات خصتها تبقى هكده العجينة اللي عني الخالط يكون طالع ما تهبطش. إلا هبتت ما غاديش اه ما غاديش تكون ناجحة. غادي نخلط غيش شوية بشوية من الفوق لتحت. وغنزيد دقيقة او ثاني بحلقة ده كيف ما كتشوفو. انا هنا هي مزربة الفيديو في يعني كنخلط غير بشوية. سوف غنستمر بحلقة ده حسن نكمل الكمية ديال اه الدقيق اللي عندي. ونتأكد ان كل شي يعني تخلط لي مع البيض ببغا ستاشي حاجة هكدة معزولة بوحدها. سوف من بعد مساريس من طبعات الحال الفريا نكون مسخنا على مية وسبعين درجة وله الحال سبع وتاني الفريا نجيال كمش هي الشخمت الزفورلة. ونعمل الخرج ديال certain طاوى اللي تكون مفرجا بال例 النفر قريبا عشرة دقيقة اللي اخذت معي باش تطيب كيف ما كتشوفو سوف نقلبها في واحد اخر ونخليها تبرد غادي نلويها نلويها بالفوتا ونخليها حتى تبرد ولكن ما نلويه ويسخونة بالفوتا ونخليها على الاقل واحد دقيقة غير حتى تتحيد منها الصهد ونلويها سوف نخليها حتى تبرد مزيان وغادي ندوس باش نحضر الكريمة عندي هنا مية وسبعين ميلي لتر جيل القشدة التارية عن عندي سائلة تستعمل الغبرة اللي عندكم ونزيد لها حليب بارد من طبيعة الحال سوف نزيد لها شوي جيل السكر على الحسب الضوء انا غندي لها ثلاثة جيل مع القبار جيل السكر بودرة او سكر غلاسي وغادي نطلع الكريمة بطريقة عاجية يعني كيف ما كنا عرف وقلنا عندي معروف كيف اشكت كسوجة الكريمة انا هنا ينسمتها بشوية جيل الفانيليا تقدروا تجيروا تجيروا الشوكولة اللي ابغيتو تقدروا تجيروا كيف ما قلت تضيفوا لها الكاكاو او لهادك شوكولة ديال الدهن يعني كي يبقى الاختيار ديالكم انا غن نخليها هكذا سوف من بعد ما كتطلع كيف ما كتشوفوك تكون عقدة غادي ناخد العجنواز ديالي من بعد ما تكون برداد وغادي ندر لها واحد الكمية ديال الكريمة قريبا نربع ديال الكمية ديال الكريمة اللي عندي وغنصرحها مزيان فوق منها نصرحها يعني بشكل متساوي مزيان فوق من بعد غادي نلويها يعني بطريقة عادية غادي نلويها وغادي نلوي على هادك البابي ديالها وغادي نبقى ندفع ناخد شي سباتول ولا شي حاجة غادي ننشد هادك الورقة تحتانية بيدي والورقة الاخرى غادي ندفعها باش تزير ليه مزيان لجينواز ونخليها ترتاح واحد خمسة دقايق من بعد ما ارتاح زوق بطفاها هادك الكريمة غادي ندوس باش نغطيها نغطيها بالكريمة انا قدرت الكريمة في جيب حلواني تقدروا تستعملها بسباتول اللي بغيتو هاكدا كي يسهل العمل يعني بحلو كتتوزع الكريمة بشكل متساوي سافي غادي ندير هاكدا الكريمة وغادي نغطيها بالسباتول نحاول نغطيها مزيان من بعد غادي ناخد واحد الفرشيطة وغادي نحاول ندير واحد الخطوط بتموجة بحل الشكل دياله بيوش من جدع ديال الشجرة ومهم تزين كي يبقى اختيار تقدروا تزينها كيف ما بغيتو وغادي ناخد الكريمة غادي شكل دياله بريدات من الفوق كيف ما قلت انا هادي هي الطريقة اللي قرد انتم متقدروا تزينوا الشكل اللي بغيتو وتزين يعني اللي بغيتو انتوما خديد كثالك شوية ديال الشوكولاتة بيضاء وشوكولاتة بالحليب وغا نرشها مزيان ونرش الحلوة ديالي من كل يعني من كل شي جيهات حتى من الجناب واختيت كذلك شوية ديال الفواكه اللي توفر عندكم انا اختيت انها شوية ديال حب الملوك وشوية ديال ديال المونج معلب زينتو زينتها بهم تقدروا تديروا هادا كل من الحب الملوك اللي كي يكون قلاسي دا كل المعسل يعني اي حاجة توفرت عندكم زينتها كذلك بخطوط من الكراميل سوف كتجي لها هاد الشكل هادا كد يعني المندرة جيلها زوين مدق زوين وهدا الوقت يعني في اه قرب اه قرب اترا السانة الاغلبية الناس كي يشوريو هاد الحلوة فما كي الا شي شوريوها يعني هاد كتوجود في الدار اسهل وارخص ومن طبع الحال مدق يكون احسن يعني الانسان من كي يصيب الحاجة في الدار كيعرف شنو صيب منك الحاجة كتكون نقية وعرف شنو فيها سوف كتجي لها هاد شكل هادا كان وجدوها بصحة والراحة نتمنى الفيديو يكون خفيف على قلبكم وين الاعجاب ديالكم كنشكركم على حسن المتابعة ونقاكم في فيديو جديد ان شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته